السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وابناتي طلبة وطالبات دبلوم المداري السنوية الصناعية نظام السنوات الثلاث تخصص تركيبات ومعدات كهربية أهلا ومرحبا بكم في أحد حلقات برنامج مدرسة على الهواء لمادة الألات الكهربية والوقاية في بداية الحلقة بنرحب لأستاذ جمال عبدالعزيز يا مرحب بيك أزامي الحمد أستاذ جمال في الحلقات السابقة اتكلمنا في مادة الألات الكهربية الوقاية وكان كل كلامنا منصب على جزء المؤلدات التوافقية وطبعا هي خدت مننا جزء كبير جدا وشط كبير لأنها بتعتبر أكتر من تلت المنهج تقريبا وأهمتها بالنسبان اتكلمنا في المؤلدات في الجزء اللي فات لحد ما وصلنا لتنظيم جهد المؤلدات التوافقية أستاذ جمال عايزين نستعيد الزكيرة في جزء مؤلدات تنظيم جهد المؤلدات التوافقية عشان ده مرتبط بالجزء اللي احنا هنشرحه النهاردة اللي هنكلم عنه النهاردة اللي هو جزء التوافق أو تزامن الألات أو المؤلدات التوافقية تمام زيما حالك قلت الزكرة عمري بالنسبة ليه المؤلدات التوافقية تعتبر فعلا تلت منهج الألات التوافقية لمنهج طلبة الدبلوم قسم التركيبات والمؤدات الكهربية هنقول تعريف تنظيم جهد المؤلد وليه بيتم وبنعمله ليه ليه بننظم الجهد إمتى ندي جهد عالي وإمتى ندي جهد منخفض لاستهلاك للمنازل أو الشركات أو أو هنقول التنظيم إزاي بننظم الجهد عشان إيه إيه رأيكو لو خدنا هذا الكلام زي ما قال بشمهند الزرواتي إن احنا نعمل مراجعة بالأسئلة كإجابات سريعة قبل منخش على الجزء فعلا اللي هو مرتبط به اللي هو جزء التزامن أو التوافق في المؤلدات الطافقية أولا هنعرف تنظيم الجهد في المؤلدات الطافقية تعالوا نشوف مع شاشتنا شاشة تلفزيون مصري بتقول إيه بالنسبة لنا على تنظيم جهد المؤلدات الطافقية تنظيم الجهد المؤلدات الطافقية يعرف تنظيم الجهد في المؤلد الطافقي بأنه فر الجهد بين كل من الجهد المتولد والجهد الطرفي محسوبا كنسبة مقاوية من الجهد الطرفي طيب لو عملناها كمعادلة رياضية بنقول عندي هنا معامل التنظيم بيساوي E نقص V total على V total في 100 حيث E هي الجهد المتولد وال V total اللي هو الجهد الطرفي علل قد بلك من الكلام علل يجب تحديد نوع معامل القدرة عند الحديث عن تنظيم الجهد في المؤلدات الطفقية الإجابة تتغير قيمة تنظيم الجهد بتغير الأحمال وإحنا قلنا في خصائص المؤلدات على هذا الكلام حمل مادي وحمل حثي وحمل سعوي عندي ثلاث أنواع من الأحمال وقلنا القيمة إمتى وإيه اللي بيأثر فيها وقلنا تأثير رد في العضو للسنتاج تعالوا نشوف في حالة معامل القدرة المتقدم تكون قيمة تنظيم الجهد سالبة تمام بينما تكون مجابة في حالة معامل القدرة المتأخر أهمية تنظيم الجهد في المؤلدات أو أهمية معامل التنظيم بنقول هنا رقم واحد يعطي فكرة عن مدى استقرار جهد المؤلد رقم اثنين يعطي فكرة عن مدى التغير في الجهد على أطراف المؤلد عيوب عدم التنظيم لو أنا معاملت التنظيم الجهد في المؤلدات نحن هنا أخذ بالك أبناء وبناتي نحن نراجع نهاية الحلقة اللي فاتت عشان نربطها لك ببداية الحلقة أولا عيوب عدم التنظيم تلف قطبان التوزيع العمومية في المحطات من طيارات القصد أو الطيارات الذائدة رقم اثنين خروج المؤلدات أي فصلها من التوافق رقم ثلاثة تلف أجهزة المستهلكين رقم اربعة انقطاع الطيار وعدم استمرارية التغذية أستاذ جمال في جزء بتاع تنظيم الجهد حضرتك قلت لنا مجموعة من العيوب اللي هنتعرضنا لها لو عملنا لو التنظيم الجهد ما كانش مظبوط أو لو كان ما فيش تنظيم الجهد يمكن هنلاقي مجموعة الحاجات ديت أو النقاط ديت موجودة معنا في التوافق وعشان كده احنا حبينا نربط ما بين الجزئين اللي كان منها خروج المؤلدات عن التوافق يعني المؤلدات اللي بدخلها في عملية التزامن مع بعضها هتخرج من التوافق لو ما عملش لو ما حصلش عندنا تنظيم في الجهد أو لو ما كانش الجهد دي عملية تنظيم أو ما استخدمناهش منظمات الجهد وبالتبعية هيحصل عندي مجموعة من المشاكل منها انقطاع التهاري القهرابي ودي مشكلة من المشاكل الكبيرة المفروض يعني ان احنا بنحاول نتغلب عليها هيبقى فيه تلف الأسجلسة المستهلكين يمكن دين نقط اللي من ضمن أسبابها بنعمل حاجة اللي هي عملية التوافق في المؤلدات وعشان كده احنا بنقول الجزء بتاعة تنظيم الجهد اللي احنا شرحناه في الحلقات السابقة مع جزء التوافق النهاردة لازم لما يجي نشرحهم يكونوا مع بعض وابدعنا يركزوا لان الجزءين مكملين ده كان عيوب تنظيم الجهد عدم تنظيم الجهد يعني لو منظمناش الجهد هيحصل كده طب ايه المميزات بقى بتاعت تنظيم جهد المميزات هتبع عكس العيوب يعني المفروض ان احنا بنعمل عملية فلاش باك للحلقة اللي فاتت بس فيه الكلام احنا قلنا عيوب عدم التنظيم واحد تنين تراتة اربعة يبقى هنا المميزات بتاعتي اللي هي تبع عكس العيوب هي فلاش باك بس كده الزعمر على اساس فعلا زي ما حدك قلت ان التنظيم الجهد هو تقريبا يمكن تسعين في المية شرحه فيه التوافق التوافق بعد كده هو ده المهم بالنسبة لنا لان التوافق برضو فيه مشكلة الزعمر ان التوافق مستخدم فيه مادة الالات ومادة الرسمة ويمكن ابنائنا وزميلنا حاليا دلوقتي بيتكلمنا واستاذ جمال احنا ااا اتكلمنا عن التنظيم قبل ما نخش للتوافق هنطلع فاصل سريع نستعيد فيه الزاكرة وانا اعود مرة اخرى تفضل بعد الفاصل واهلا مرحبا بكم مرة اخرى في استكمال الحلقة بتاعتنا ااا كنا توقفنا واستاذ جمال عند ايوب تنظيم الجهد في المولدات وحضرتك اتفضلت وقلت ان مميزات تنظيم الجهد في المولدات عكس تقريبا عيوب تنظيم الجهد في المولدات او احنا بنعمل مجموعة من المولدات اللي بنتلافى بها او لما بنعمل تنظيم جهد بنتلافى مجموعة العيوب اللي ظهرت عندنا في تنظيم الجهد حضرتك ممكن تقول لنا بقا مجموعة المميزات المميزات تنظيم الجهد في المولدات التوافقية حنقولها مع ابنائنا مفروض ان انتوا يعني بتذكروا معانا لهذا الكلام وبرضوا مستنيني ابتصالكو على برنامج مدرسة على الهوى تعالوا نشوف إجابة السؤال اللي السيد عامر بيقول ما هي مميزات تنظيم الجهد في المؤلدات اللي احنا بنا تلاشى بها العيوب اللي موجودة عندنا لو ما نظمناه الجهد تعالوا نشوف مع شاشتنا كده شاشة الفيزيون مصر بتقول ايه مميزات التنظيم الجهد في المؤلدات رقم واحد حماية قطبان التوزيع العمومية في المحطة من طيارات القصر رقم اثنين استمرارية التغذية الكهربية للمستهلكين ثلاثة استمرار اتذان جهد الشبكة وعدم خروج محطة التوليل من التوافق نركز النقطة دي لان احنا هناخد فيها لنهاية الحلقة فيما بعد رقم اربعة توزيع القدرة الغير فعالة بين المؤلدات الفكرة التي يتم اساسها بتنظيم الجهد اللي احنا قلناه بنتحكم فيه طيار التغذية دي كانت الاجابة الزعمرة على مميزات تنظيم الجهد في المؤلدات التوافقية وقلنا الفكرة بتاعتها ان احنا بنتحكم فيه طيار التغذية للمؤلد التوافقي او فيه صرية الالة المديرة في بعض الاحيان حضرتك قلنا تنظيم الجهد مهم جدا للحلقة بتاع النهاردة هكذا تدينا فكرة عن ان احنا هنشتغل ايه دلوقتي استاذ جمال كان من ضمن النقاط بتاعت مميزات تنظيم الجهد استمرارية التغذية وعدم خروج المؤلدات من التوافق جزء اللي عندنا النهاردة او الدرس بتاع النهاردة الاساسي اللي احنا بنقول بنربط بينه وبين جزء تنظيم الجهد اللي هو تشغيل المؤلدات على التوازي او توافق المؤلدات تمام عملية التزامن او التوافق في المؤلدات هي عملية بتاعني بالنسبة لنا توصيل المؤلدات معا على التوازي لتقاسم الاعمال ببساطة شديدة تمام كده أستاذ جمال؟ يعني اللي احنا نستوعبه عن عملية التزامن في المولدات هي عملية توصيل المولدات يبقى معنى كده أنا معايا مولد أو أكثر بوصلهم مع الشبكة على التزام على التوازي مع بعض وشرطي هنا التوصيل على التوازي لتقاسم الأحمان يعني هي عملية إدخال مولدين أو أكثر معنى على التوازي تمام مولدين أو أكثر معنى على التوازي أو مولد مع الشبكة يعني هي عملية إدخال مولدين أو أكثر مع الشبكة عشان المولد ده يساعد الشبكة أو أكتر من مولد مع بعض مولد أو اتنين تلاتة اربعة مع بعض عشان يساعد الشبكة بس الشرط الأساسي أنا بعمل ده كده عشان أتقاسم الأحمال الموجودة وشارط إنهم يكونوا توازي برضه أطبع بنقول هنا تقاسم الأحمال بقيت هنا توصيل على التوازي ما هو أستاذ جمال تعريف عملية التزامن في المولدات هي عملية توصيل المولدات معا على التوازي لتقاسم الأحمال ده فكرة تنظيم فكرت التزامن أو التوافق في المؤلدات نقول بقى إحنا إيه الاسباب بتاعتنا أو إيه الاشياء اللي بتخلينا أو اللي بتستدعي مننا عملية إجراء عملية التزامن. أو إن إحنا نعمل توافق للمؤلدات أو نوصل أكتر من المؤلد مع بعض على الشبكة بتاعتنا إذا بقلنا سؤال علل لما يتم التوافق بين المؤلدات التوافقية أو علل يتم إدخال المؤلد أو أكتر معا على الشبكة مش كده برضو السؤال؟ أو الضرورة اللي بتستدعي عمل التوافق؟ يبقى هنا فيه كذا صيغة للسؤال في العمل بالنسبة لعملية التوافق إننا قلنا علل يتم التوافق في المولدات التوافقية اتنين علل يتم توصيل مولدين أو أكثر مع الشبكة أو السؤال اللي حدت تفضلت به ما هي الضرورة التي تستدعي تشغيل مولدات على التوازي أو مع الشبكة؟ طيب أبنان أو بناتنا تعالوا جواب على الجزء اللي بديه التلات أسئلة بإجابة منامزجية كأنك بتمتحن أو بتكتب الإجابة وبالتوفيق إن شاء الله تعالوا نشوف مع الشاشتنا هنا شاشة التلفزيون المصري بتقول إيه؟ اذكر العوامل الأساسية أو الأهمية أو الفوائد أو الضرورية التي تستدعي تشغيل المولدات على التوازي تعالوا نشوف الإجابة مع بعض كده بتقول هنا الشاشة بتقول إيه؟ هنقول مع بعض أول حاجة حرية المنورة في مواجهة تغير الأحمال حرية المنورة في مواجهة تغير الأحمال رقم 2 أستاذ جمال قبل ما نقلل بقى النقطة رقم 2 بما تعني بالنسبة لنا نقطة حرية المنورة في تغير الأحمال يعني إيه بالنسبة لك أطالب؟ يعني هي كجملة أنا ممكن أكتبها في الامتحان كده حرية المنورة بس يعني بتعني إيه بالنسبة لنا كفني كهرباء حرية المنورة نعم تمام أقول اللي حزينتك تقول إيه سيئة إيه؟ يعني هي معناها هل بتعني بالنسبة لنا لأنها هي جوز إيه؟ حرية المنورة في مواجهة تغير الأحمال هل بما تعني بالنسبة لنا أو المفهوم بتاعها إن أنا كلما الأحمال هتزيد هدخل مجموعة أكتر من المولدات تجابي هذا التغير في الأحمال وكلما الأحمال تقل هخرج مجموعة من المولدات تجابي هذا التغير في الأحمال؟ تعتبر زي قريبة جدا من كلام الزامر إن أنا حرية المنورة بالنسبة لي أنا كله شغال على التوازي طب الأحمال عندي زادت عن الحد زادت عن الحد فهضطر أدخل مولد تاني طب أنا عندي في بعض المولدات بيبقى فيها عطل تمام؟ اقدر اخرج منها محورية المناور ان انا بخرج المولدات ودخل المولدات مع الشبكة على اساس ان انا اقول بعد كده مميزات التوافق ان انا حافظ لك على الجهد عند المستهلك الجهد عندك يفضل سابق المناور اللي انا بعملها او اللي انا بعملها على الشبكة ان انا بخرج مولد او ادخل مولد اشيل مولدات عشان الاحمال قلت شوية تبدخل مولدات عشان الاحمال زادت شوية الهدف في الاخر ان انا عندي الجهد عند المستهلك. واجهة المستهلك تفضل بجهد سابق. فهي حروة المناورة خروج المولدات او فصلها او ادخالها بحيث ان الجهد يكون عند المستهلك سابق. يعني نفهم من كده او استاذ جمال. ان احنا لو اخدناها بمثال بسيط. زي ما كنا بنبينه الابناء والطلب. ايه تمام. ان انا مثلا عندي فترات تحميل الطهارة الكهربية مختلفة خلال اليوم الواحد. او خلال السنة. هنقول خلال اليوم الواحدة عشان تبقى او راب لزن الطالب. يعني مثلا بنيجي فترة الصبح. او فترة مقابل الظهر دي. بيبقى الاحمال المطلوبة مننا لان الشمس موجودة او نور ربنا موجود. فمش مطلب مني اضاءة عالية. بتبقى ممكن في ناس في اشغالها كتير. فمش مطلب مني تشغيل اجهزة كهربية كتير. وبالتبعية الاحمال الكهربية المطلوبة مني قليلة شوية. بنيجي فترة بعض الظهر. الاحمال بتزيد شوية تابعا للاستخدامات المنزلات واستخدامات المصانعية اللي موجودة عندي. طبعا. بنيجي بالليل الاحمال بتزيد جدا لان انا عندي اضاءات بتزيد طبعا وعندي اجهزة بتشتغل وهكذا. طبعا. فمعنى كده ان انا ممكن فترة الصبح دي. الاحمال مش طلبة مني طيار كهرابي عالي او انا مش مطلوب مني كميات كبيرة من الكهرباء. طبعا. فبدل ما يكون عندي مثلا احنا بنقول على سبيل المثال مثلا ان انا شغل مسلا معي في المحطة عشر مولدات. بيغزوني المحطة دي. فبدل ما انا شغل عشر مولدات وباقترب كهرابي بتاعهم خارج الصبح وما انا مش مستفيد بطريك كهرابي كله بمكن اشغال 5 ولما الاحمال تزيد عند الدهر ادخل كمان اتنين ولما الاحمال تزيد داخل التلاتة اللي هي القوة الكاملة بتاعتي. التívelة الكاملة بتاعتي. اشياء هизف. ده المفهوم بتاعها اللي هي من water to Precis. ده اممكن في سبت الجودة عند المسالك بالطريقة بتاعت الفني الكهربة زي ما حدك تفضلت. ان انا بشغل عدد المولدات اللي يناسب الحمل. الصبح زي ما حدك قلت هذا الكلام. ان انا بشغل مثل خمس مولدات او نص القيمة بتاع المحطة. بعد كده ببتدي ازود. بعد كده بشغل بالطاقة الكاميرا. ودي بتبقى ساعة الضروة اللي هي في تشغيل الكهربة. بتبقى حوالي الساعة ستة او تمانية او مساء. بتبقى ساعة الضروة المحطة بتبقى شغالة بكامل قيمتها. ده يمكن نحط للمية حرية المنورة اسا عمر نكمل الضرورة اللي احنا بنقول عليها. الدرورة ما هي الدرورة من اجراء عملية التوافق. مالا كان اول سبب اللي هو حرية المواجهة او حرية مواجهة تغير في الاحمال. اح مني عليك. اللي احنا لسه نكون بنقولها. يعني تقريبا الكلام بيبقى مرتبط ببعض. تشغيل المولدات عند او اقر او قرب الحمل الايه الكامل. اننا بخلي الجهد بتاع المستهلك تقريبا بيبطل سابق. دي رقم اتنين. ايه رأي حدك بقى نقولها الابنائنا بكتابة على الشاشة بتاعتنا. تعالوا نشوف مع بعض ابنائنا وبراتنا على شاشتنا الايه. هنا تشغيل المولدات عند او اقرب الحمل او قرب الحمل الايه الكامل. رقم تلاتة. هنا دي اللي هي النقطة الاساسية اللي احنا بنشتغل عليها. استمرارية التغذية للمستهلكين. رقم اربعة زيادة كفاءة المحطة للمولدات. احنا هنه يقولها ان انا ممكن ندخل مولد اتنين تلاتة اربعة. بدلا ما هو كانت شغال على تلات مولدات بس. لا بقى اصبح شغال على خمسة. اصبح شغال على سبعة. اصبح شغال على عشر ساعة الضروة. طب ما انا كده رفعت كفاءة تشغيل المحطة. بقى لما كنت شغالة على تلاتة او اربعة او خمسة. لا ده عمان ازود في الكفاءة. بدلا من المحطة بتطلع لي ميت كيلو فولت امبير. لا بتطلع لي دلوقتي متين. ليه? دخلت مولدات. دخلت مولدات على التوازي اللي هي بالهرمونيكس اللي هي بالتوافق. ده الاسباب او الضرورة القصوى اللي انا بغطر عندها دخل مولد او اكثر معا على التوازي او ما يسمى بالتوافق في الوالدات التوافقية. استاذ جمال من ضمن النقاط اللي حضرتك بتقولها دلوقتي لاجراء عمل التوافق او مميزات عمليات التوافق او هنقول عليها الاسباب اللي بتستدعي ان احنا هنعمل عملية التوافق. من ضمنها قلت حضرتك استمرارية التغذية وامكانية عمل الصيانة. اه. ممكن دول اهم النقطتين بالنسبة لي. تمام. استمرارية التغذية لان انا شرط اساسي من تغذية المستلكين بالطائر القهربي. كمغزي بالطائر القهربي ان الطائر القهربي يكون مستمر باستمرار. الحاجة التانية ان يكون الجهدي سابت. يعني انا عندي الشرطين اساسيين في تغذية المسالكين. نعم. يعني المستهلك عايز مني حاجتين اتنين. وا اظن لو اي واحد من ابنائنا راجع مع نفسه العاملين دول مش هيحتاج ان هو مش هيحس انه محتاج يحفظه. انا عايز ان محطة القهرابة او اللي بيغذينا بالطائر القهربي. اللي حاجتين استمرارية التغذية عن الكهرابة ما تقطعشه عندنا بالجالة دي. اه. تاني حاجة ان الجهدي سابت. بمعنى ان لو عندي بقول انا هغذيك بمئتين وعشرين. يفضل القهرابة عندي مئتين وعشرين. تمام. ما تقلش ولا تزيد. لان في الحالتين هتسبب لي اضرار. تمام. دول الشرطين الاساسيين. فبين عملية التوافق انا هوافره الشرطين دول اكيد. لان من ضمن شروط التوافق ان الجهد بتاعي هيبقى سابت. ده احنا هلوقت انا نخش على شروط التوافق دلوقتي احنا بنربط بس بالجزء اللي جاي. اه. ان الجهد بتاعي هيبقى سابت. فما انا ده اما انا هضمن الشرط ده يبقى هضمن ان الجهد اللي رحل المستهلك سابت. تمام. تاني حاجة استمرارية التغذية. انا وفرت الشرطين الاساسيين لتغذية المستهلكين بصفة عامة بالطيار الكهرباء. الجزء بتاع عمل الصيانة استاذ جمال برضو عشان ما سيبش نقصة. معرضنهاش على ابناء انا الطلبة. ان انا لما باجي اعمل الصيانة في المولدات. نفترض ان انا عندي محطة كهرباء. سيء المحطة دي دخل فيها خمس مولدات. وفي مولد عندي من الخمسة دول والا هنشوف دلوقتي اللازم هيبوش رابها بعد. مولد حصل له اي مشكلة. طب عايز اخرجه اعمله الصيانة. او عايز اعمله الصيانة دورية. بلاش حصل له معوط. انا عايز اعمله الصيانة دورية. في الحالة اللي زايدية لو المولد بتاعي ده. انا ما عنديش حاجة تخدش مكاني. بديل لي او احتياطي لي. خدش مكانه مش اقدر اعمله الصيانة. او مش اقدر اعمله الصيانة في المقاعدة الدوري بتاعي. اه في عملية التوافق. انا ممكن اخرج المولد بتاعي ده خالص. اطلعه برا اللعبة. ودخل مولد معي مكانه. شبهه تماما. يقوم بتخزيط المحطة مكانه. لحد ما اعمل صيانة للمولد اللي عندي. وهكذا على المولد اللي بعده واللي بعده واللي بعده. عشان وبكده بقدر اوفر شرط شروط التخزيط المستهلكين. وبقدر اعمل صيانة للمولدات بتاعتي عشان تبقى في عملية استمرارية في التخزيط. محافظ على الكفاءة كمان. اكيد طبعا. للمولدات لفترة طويلة. يعني انا بشغلش الاربعة دايرك. لغاية ما واحد يطل وبعدين اشاء احمل على التلاتة. كده تبقى الكفاءة بتاعت المحطة بتقل. وبرضه هنرجع للسببين اللي هو جهد لديه. المستالك هيبتدي يقل وتبقى فيه مشاكل. طيب حضرتك قلنا الضرورة او علل يتم التوافق. لو انا داخل على التوافق دلوقتي. داخل على ان انا هعمل عملية التوافق اللي هي ادخال مولدات مع بعضها. هل بجيب مولد وجه واحد مع تلات اوجه? هل بجيب مولد قدرة كبيرة مع قدرة صغيرة? ايه الاسئلة دي? احنا بنعمل التوافق ازاي? اللي هي نخش على السؤال التاني. اسكر شروط التوافق. يعني اه بمعنى استاذ جمال حضرتك عايز تقول لنا ان انا عاش نعمل توافق ما بين مولد والشبكة. نعم. او ما بين مولد ومولد مع بعض. نعم. في مجموعة من الشروط او مجموعة من النقاط لازم مجموعة النقاط دي احققها قبل قبل ما اعمل عملية التواصيل للمولد بتاعي على التوافق او على التزامن. شكرا برضو استاذ جمال. يعني حضرتك بنقول دلوقتي ان هاندي مولد بيطلع لي قيمة معينة. عايز انا وبناتنا انت ممكن تقولي الاجابة دي. والله ممكن تقول الاجابة دي. انت لما تيجي اتدخل مولد مع مولد. يعني بزكاءنا الفطر كده. هتجيب مولد اهل منه استحالة. هيقول لك ده هيشيل اكتر. طب هتجيب مولد اعلى منه. طب ما هتجيديد هيشيل اكتر. طب هتعمل يقلك لازم اللي اتنين يكونوا زي بعض. زي بعض. هننتقل على. رفع عليكم. شروط التوافق. شروط توصيل مولدين مع على التوازي. ايه هي الشروط? ان هما يكونوا متسويين. طيب يا راجل يبتاع كربة. يا بش مهندسة بتاعت الكربة. متسويين في ايه? هتلاقي نفسك روح تجايب شروط التوافق. تسوي كزا. تسوي كزا. تسوي كزا. تسوي كزا. تسوي كزا. يبقى انت كده? لما تيجي تقول ما هي شروط التوافق? ما هي شرط توصيل مولد مع الشبكة? ما هي شروط توصيل عدة مولدات مع بعضها على التوازي. اللي اتنين يكونوا زي بعض زي بعض في ايه كده هتقول التساوي ايه رأيكم تعالوا نشوف مع بعض لو احنا كتبناها بادينا وانا بتغالي الاجابات مفروض يجي من حضرككم انتو خلاص بتخنصوا الباب الأولان اللي هو المولدات شروط التوافق في المولدات شروط التوافق لو قلنا مع بعض كده شروط التوافق في المولدات التوافقية في المولدات التوافقية فيه توفقات في حاجات تين احنا بنركز فيه بتاعتنا بس طبعا احنا برضو هي شروط التوافق هي شروط التزامن عشان أبناء們 الطلبة وما يحصلش عندهم اختلاف شروط التوافق في المؤلدات هي شروط التزامن هي شروط تشغيل المؤلدات على التوازي هي شروط ادخال المؤلدات للعمل معنا على التوازي يبقى نقول انه اول حاجة استاذ عامر تساوي التردد وده مهم جدا 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 ليه في بعض الاحيان ممكن تجي لنا مولدات مستوردة مش تصنيع محلي التردد بتاع البلد اللي هي شغالة عليه غير ترددنا فلازم يكونوا الاتنين متساويين فيه التردد رقم اتنين خد بالك بقى تساوي الجهود جهد المولدين تساوي جهد المولدين تمام الجهد ده بيطلع مية بالتاني بيطلع مية زيه رقم تلاتة ودي مهمة جدا 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 تتابع الأوجه تتابع الأوجه يعني تتابع الأوجه وتعقبها ازاي قال لي هنا الار مع الار والاس مع الاس والتي مع ت او الواحد مع الواحد الاثنين مع الاثنين او الالتلاتة مع الالتلاتة رقم اربعة ودي برضو مهمة جدا وحضرتك تفضلنا وقلناها في اشروط اللي هي بنقول هنا تساوي تساوي زاوية الوجه زاوية الوجه عشان الأحمال او الكلام ده كل زاوية الوجه بالنسبة لي لابد انها تكون متساوي في بعض الحاجات التانية اوزا امرو ممكن نتغاضع عنها لأسورية الألم المديرة وطيار التغذية والكلام منها لكن أنا عندي اربع شروط مهمين جدا ودول الاساسيين عشان اوصل مولد معه التاني زي ما قلناهم تساوي التردد تساوي جهد المولدين تتابع الأوجه وتعقبها وبعدين تساوي زاوية الوجه شوفوا مستاذ جمال كده مع بعض على الشاشة بتاعتنا الموديلة وطبعا أنا بقدر اكشف على التردد بجهاز قياس التردد الفريقونس تمام تمام دي رقم واحد رقم اتنين عن يتساوي جهد المولد مع جهد الشبكة الجهدين متساويين عن طريق جهاز فولتا ميتر انا هل رئيس عن طريق جهاز فولتا ميتر او التحكم كمان برضو فيه طيار التغذية يعني بمعنى كده ان انت حضرتك عايز تقول لنا لو المولد بيطلع لجهد اقل من الجهد اللي انا مفروضة هتوفق عليك فبدأ اغير في طيار التغذية بتاع الحد ما وصل للجهود بتاعتي المقننة اللي قدر اخش بيها على الشبكة او على المولد المتماثل معها طيب رقم تلاتة ان يكون الوضع الوجهي لهم واحد تمام وجه انا بقول تابع الاوجه او هنا زوية الوجه يكون الاتنين حاجة واحد رقم اربعة ان يكون لهم نفس تتابع الاوجه او تعاقب الاوجه اللي هي بنقول عليها الار بالار والاس بالاس والتي بالتي استاذ جمال الجزء ده او النقطة دي انا كانت تعرضت لها قبل كده مع ابنان الطلبة في سؤال اه في سؤال اللي هو شروط التوافق والاجهزة التي يمكن بها تحقيقها زي الشروط ممكن زي حضرتك بتعرضها دي كانت حالة المراجعة دي او سؤال عبر السنة اللي فاتت وكان برضو جميلها في الامتحانات يعني هو بحاله برضو كان السؤال جميل جدا كنا اكمل اذكر شروط التوافق ثم مع توضيح الاجهزة المستخدمة لاستكمال عملية التوافق بالنسبة للشرط بتاعت تتابع الاوجه او تعاقب الاوجه قلنا بما اما ممين التتابع زي حضرتك تفضل او بالمحرك الاستنتاجي سلاسي الاوجه لما يكون عندي المولد سلاسي الاوجه وهنا بتتعمل الحاجة ظريفة جدا عمليا يعني ان انا ممكن اجيب المولد المولد بتاعي اللي هي التلات اطراف بتاعه الواحد والاتنين واللي تلاتة وخليه دور لمحرك استنتاجي سلاسي الاوجه بتوصيله بطرق مع معينة لو دور في نفس الاتجاه وخلي المحرك المولد التاني يدور نفس المحرك بعده خليه دور نفس المحرك وانا هوصله طبعا لو دور في نفس الاتجاه يبقى نفس الترتيب بتاعي واحد ويبقى انا كده اتأكدت اني تعاقب الاوجه بتاعي متماسل كل الاربع شروط الاساسيين طبعا اللي هنا بيعمل بهم التوافق ما بين المولد والمولد الاخر او في عملية التوافق ما بين المولدات وبعضها طب في ما يسمى عندنا في التوافق اساس جمال او في التزامن بالطرق التوافق انا كده خلصنا على اللي يتم التوافق تمام اللي هي بنقول ليه يتم او ضرورة رقم اتنين ما هي شروط التوافق او اللي قلناها الاربع اسباب كده المفروض ان احنا هناخد طرق التوافق طرق التوافق يعني علي اللي ما يتم التوافق ولماذا يتم يعني برضه عشان قلناها يتم التوافق دي قلنا بتعريف التوافق وقلنا لماذا يتم وشروط التوافق ثلاث اسئلة الرابع بتاعي اللي هي الطرق المتبع لاجراءة التوافق احنا عملنا هذا الكلام الطرق طب ايه رأي حضرتك لو قلت السؤال ده ونشوفه احنا جوابنا على ايه يعني هو السؤال بتاعنا بيقول ما هو التوافق وده عرفناه ما هو التوافق في المولدات التوافقية وحضرتك أول بداية الحلقة جاوبت على هذا السؤال قلنا هي عملية إدخال أو التساوى ما بين مولدين أو أكثر سليم ده السؤال رقم واحد اللي قلنا سؤال رقم اتنين ما هي شروط أو اذكر شروط التوافق شروط التوافق في سؤال قبل منه كنا قلناه اللي هي لماذا يتم التوافق لماذا يتم التوافق وقلنا برضو وقلنا هذا الكلام لما شرحنا عملية تنظيم الجهد قلنا في حاجتين مع بعض آخر سؤال بالنسبة ليه التوافق اللي احنا المفروض ان احنا نختم به التوافق فقط ونقفل معاه اللي هو ما هي الطرق ما هي الطرق المتبعة ما هي الطرق المتبعة في اجراء عملية التوافق في اجراء عملية التوافق لان الجزء ده طبعا زي ما حضرتك عارف مهم جدا جدا ويمكن مش عايزين نقول ما بيخلاش منه امتحان كمان في مادتين ده بيجي في الرسم وبيجي في الالات يعني هو مقرر فيه طب ايه رأيكم ابناء وبنتنا هنقول هنا طرق التوافق طرق التوافق في المولدات التوافقية تعالوا نشوف مع بعض كده هنقولهم مع بعض هنا بالكتابات وبعدين نوريهم على شاشتنا الجميلة شاشة تلفزيون مصري هنقولها مع بعض رقم واحد تعالوا نشوف مع بعض كده هنقول هذا الكلام طرق التوافق في المولدات التفقية رقم واحد واحد عندي باستخدام هنقول هنا المصابيح المصابيح عندي سواء هنا شباب ابنانا المضيئة او المظلمة رقم اتنين خبالك عن طريق محول التوافق محول التوافق برضو محول التوافق عندي بطريقتين ياما عن طريق المصابيح المظلمة او المصابيح المضيئة رقم ثلاثة جهاز التوافق اللي هو السينكيرسكوب تمام رقم اربعة المفروض ان احنا هنقول هنا مع بعض رقم اربعة اللي هو التوافق الاوتاماتيكي التوافق الاوتاماتيكي وده بيستخدم فيه بعض الحاجات الاوتاماتيكية او الاجهزة الالكترونية اللي احنا بناخدها في مادة الالكترونيات القوة اللي هي عن طريقه ممكن للسيرستور والترانزستور تبقى أسرع شوية في هذا كلام يبقى هنا باستاذ عامري بالنسبة لنا عندي اربع طرق للمصابيح والمصابيح منها طريقتين سواء المظلمة او المضيئة ثم المحاول التوافق ومحاول التوافق برضو منه المصابيح المظلمة او المضيئة وجهاز التوافق اهلا وهو السينكريسكوب اخر حاجة اللي هو التوافق الاوتاماتيكي ارى حضرتك قبل ما نبدأ نشرح حضرتك من ضمن الحاجات اللي قلتها التوافق باللمبات المطفقة والتوافق باللمبات المضاقة فكرة عن موضوع التوافق باللمبات المضاقة احنا بنينه على اساس ايه ان احنا نستخدم لمبات مضاقة ولمبات مضاقة تمام السؤال حضرتك جميل جدا نظام لي اننا ابنان وبناتنا يفهموها هذا الكلام ان انا عندي اللمط او اللمباط هي اسهل طريقة ان انا بعمل توفق ان انا بجيب ثلاث لمباط تمام الاولانية لو انا قلت ان انا وصلت الثلاث لمباط بالتوالي بالتوالي بين منه من قال لي ما بين المؤلد الشبكة والمؤلد المراد توصيله انا عندي الشبكة عليها كأربا وعندي المؤلد اللي انا عايز اوصله فبوصل التلات لمبات بالتوالي يعني بالتوالي الاول مع الاول اللي واحد مع ايه اللي واحد اللي اتنين من الشبكة مع ايه اللي اتنين من الموالد اللي تلاتة من الشبكة مع ايه اللي تلاتة من الموالد كده بقوا توالي كده بقى التلاتة توالي طيب لو الجهد اللي فوق مية والجهد للموالد اللي انا امطلعه مية الفرق بينهم هيكون صفر اصبح التلات لمبات في لحظة ودي ابناء وابناتي برضو بالركز عمرو ان شايفك بتقولها ان التوافق بيبقى لحظي مش توافق مستديم. هتلاقي اللومات بتنور وتدفي. تنور وتدفي. في لحظة معينة. لحظة معينة. التلات لمبات بيدفو. هنا بقول عليها لحظة التوافق. لحظة التوافق يبقى هنا العامل الماهر بتاعي. ايده على السكينة بيدخل المولد معه الشبكة. استاذ جمال نفهم من كده ان في حالة اللمبات المدفقة ان انا بوصل اللمبات ما بين الاطراف بالتماسل او بالتشابه. تمام. يعني ايه لواحد بيه لواحد وبينهم لمبة. ال اتنين بل اتنين وبينهم لمبة. ال تلاتة و ال تلاتة بينهم لمبة. لحظة التوافق بالنسبة لها لحظة ازلام اللمبات معنى. ما هي زي ما حالك تفضلت جميعا هي لحظة. لحظة. تمام عشان ما يبقاش العامل لو هو ابنها لو بانت طالع اشتغل في محطة كهربا وحاب يعمل الكلام طبعا بتعامل بطرق احدث من كده. لو فرد ما يبقاش مستني بقى اللمبات ايه تدفي قدام منه لعب عارف ان هي توافق لحظة. تمام. ده كان بالنسبة للمبات المدفاقة. اه. فكرة بقى للمبات المضيع اic جمال. اللمبات المضيعها حضرتك ان انا بدلا ما بستعنيcir علي الت Burns بجيب لمبتين و اللمبة التالتة. اللمبتين بيعملهم توازي. يعني ايه توازي. بجيب اللي واحد من الشبكة مع الايه لتنين من المؤلد. واعكس اللي اتنين من الشبكة مع ايه لواحد من المؤلد. وقسيبت لمبة التالتة lig3 مع lig3. كده يبقى احنا هنتمج مدين طرقتين اللمبات المطفقة واللمبات المضاقة. إن انا بخلي لمبة مطفقة باستخدام Cly3 مع two مضاقة. وممكن اعمل الثلاثة مضاقة. إن انا اعمل تبديل او اختلاف ما بين الثلاثة لمبات مع بعض. يعني L1 مع LGL2. A eu. L2 مع L3 مع L3. و quero U1, يعني عملية عكسية للثلاثة لمبات. ممكن نشوف الى الحكاية . 아니야. تعالى نشوف الكلام الليSureنا بالنسبة للتوافق باستخدام المصابيح وجبنا الرسمتين مع بعض ومعاهم مولد تعالوا شوف هنا شاشتنا في تقول ايه بيقول هنا الشبكة عندي قدام مني على الشاشة قدام مني اللي هي البسبار العمومي اللي هي البيبي وهنا جايبين مولد يموثل الشبكة ده شغال وقتلاقي السكينة بتاعته مقفولة تعالوا شوف الاولانية ايه رأيكم هنا هنقول لي اللي واحد معه اللي واحد اللي اتنين معه اللي اتنين اللي تلاتة معه اللي تلاتة اصبح كده اللمبات المظلمة لحظة التوافق امت ابناء وابناتي لما التلاتة دولت يظلموا في وقت اضلام تام في لحظة واحدة هنا ساعتها بقول هنا او لحظتها بقول لي عامل ايه بقفل السكينة يبقى المولد دوت بيخش معه الشبكة طب المولد الرئيس دوت ده مولد الشبكة ده بيمثل الشبكة شغال اللي هو جي واحد جي اتنين باستخدام اللمبات المظلمة طب تعالى بقى لو عكسنا سيد عمر قالك ممكن نعكس التلاتة ممكن نعكس اتنين تعالوا نشوف مع بعض تخد بقى لك معايا من التوصيلة بتاعتي هنا اللي واحد مع اللي واحد يبقى دي هنا توالي تمام طب تعالى هنا اللي اتنين مع اللي كام تلاتة طب و اللي تلاتة مع اللي اتنين يبقى لحظة التوافق لحظة التوافق اللي الاتنين دول ينوروا والتالتة هنا تظلم تماما. واقول توافق لحظي. طيب استاذ عامر كده احنا استردمنا اللمباط. ودي كان الطرق بداية في التوافق. اهو عيب اللمباط. ايوه اتخلت لسه اقولي ايوبا. اننا عامل يكون ناهر جدا جدا في اجراء عملية التوافق. تمام. وعنده خبرة عالية عشان يقدر في لحظة التوافق المناسبة يدخل المولد مع الشبكة او مع المولد الاخر. عشان ما تحصلنا نفس مشاكل اثناء عملية التوافق. ده بالنسبة للتوافق باللمباط المطفقة والمضاقة. ويمكن اه يمكن كان في سؤال دايما المضائيين. تمام. ليه? علشان اثناء التوافق انا ممكن مسلا بعمل تفوق باللمبات المطفقة. ايه. تتحرق من اللمبة انا شغال واحنا معرضين له طبعا. فبدل ما تتحرق من اللمبة افتكر انها دخلت في التوافق. الاتنين التانية اتفو اوصل للمولد خطأ? لا. انا لما خلت تلاتة في حالة انارة يبقى حتى لو حصل عندي مشكلة في لمبة او اطل في لمبة لو اتطفت انا مش هعمل اي عملية التوافق خاطئة. تمام. تمام كده كده حضرتك اللي هي التوافق باستخدام المصابيح. تمام. لو قلنا ايه حضرتك تفضلت وقلت يا ايوب التوافق باستخدام المصابيح وقلنا ان هي تلف احدى المصابيح يؤدي لخطأ في التوصيل. ده في حالة استخدام اللمبات المطفقة. طيب. هنا في ابرده يقول الحاجة يا سيد عمر ان هي بتعتمد على نظر نفاقة العامل. طبع. العامل اللمبة لو مش مناورة عنده او او. لان هو بيشترط عليه. لحظة اشد اضاءة للامبات الثلاثة معا. يبقى انا هلاحظ عملية اشد او لاحظة الازلام التام للامبات الثلاثة معا. تمام. يبقى هي عايزة عملية متابعة مستمرة وان يكون فيها خبرة عليها والنظر زي ما حضرتك بتقول. تمام. طيب لو قلنا الطريقة التانية يا سيد عمر اللي هي. استخدام. على محول التوافق. تمام. ومحول التوافق بالنسبة لي برضو. في طريقتين اللي هي اللامبات المظلمة واللمبات المضيئة. اولا الابناء وبنات المحول للتوافق لازم يكون فيه تركيب معين. الزراعة الاوسط بيكون قد داع في الزراع اللي على الجنبين. يعني لو عندي ده ده ستة سنتي او الزراعة الاوسط بالنسبة لي ستة يبقى التاني هنا ده تلاتة واللي على الشمال تلاتة. بمعنى ان ده بيكون قد الزراعين اللي على الجنبين. هنا عدد اللفات برضو بتختلف اللي عاليمين او عالشمال. ايه رأيكم? تعالوا نشوف الرسمة وهنسأل لست عمر فيها معنا كده بتقول ايه? تعالوا شوفها بعض الرسمة بتقول ايه هنا? الرسمة بتقول ان عند الزراع الاوسط فقلا قد الزراع اليلمين وعلى الشمالات. تلاقي المساحة بتاع القلب الحديد هنا اوسع. تمام كده السؤال? طبعا ليه? يمكن قبلنا نطلب يسأله ليه? طبعا هل حضرتك عليه اهل. يعني ليه الزراع الاوسط بيبقى مختلف عن الزراعين تاني. لان الزراع الاوسط معرض انه يمشي فيه المجال المغناطيسي المار في الملفة اللى عاليمين والمجال المغناطيسة المارفة الملفة على الشمال. والمفرور بين المجالين المتمثلين. تمام. يبقى انا هيắmشى عندي في الملف في الزراع الاوسط. دعف. دعف الملفλι gesagt. دعف على اليمن او على الشمال. تمام. بالتبعية لازم تكون مساحة الحديد بتاعه او مساحة الزراع الاوسط بتقدم ساحة الزراع الخارجي مرتين. عشان يقدر يتحمل او يقدر يمرن ال المجال المغناطيسي بتاع الطرف اليمين او الشمال. جوكت عالسوال من غير أستاذ جمال إحنا خدنا جزء كبير في التوافق هنخرج فاصل سريع نستعيد في زاكرة التوافق ونقود مرة أخرى نستكمل جزء التوافق المهم جدا فاصل خدناه من التوافق وأستاذ جمال كان آخر جزء عندنا اللي هو محاول التوافق نستكمل الجزء بقى للكلام عن محاول التوافق وإزاي بنستخدمه في إجراء عمليات التوافق بالنسبانة أو الكشف على التوافق طيب حضرتك برضه بعد الفاصل كنا قبلها قلنا أن الزراع الأوسط للمحاول بيكون ده في أحد الزراعين اللي على الجنبين أو أدل لاتنين مع بعض هنا عدد اللفات بتتحط برضه على الملف ده على الجنب اليمين وجنب الشمال بطرق معينة بحيث أن الجنب اللي في النص أو الأوسط له عدد لفات معينة بطريقة معينة سائل سمك أو عدد لفات الكلام ده عملي بنقسم إلى نوعين في المحاول التوافق طيب لو كانت اللمبات أعيزها مضيئة أنت بتوصل هنا هنا من ناحية بالموالد المراد توصيله والناحية التانية بالموالد اللي أنت عايز توصله لو كان هنا القوة ده في أكارابية اللي اتنين في اتجاه واحد سواء بالموالد الشبكة أو الموالد اللي أنت عايز توصله مع بعض اللي اتنين هيصبه في الزراع الأوسط هيدوني فرق جهة اللي هتنور إضاءة كاملة ده لو اللي اتنين في اتجاه واحد تمام؟ وده هنعرفها برضه عن طريق مبين المحرك او مبين التتابع لو انا عندي مولد الشبكة يدد في اتجاه المجال بتاعه ضد المجال المولد اللي انا عايزي شغال الاثنين هنا يبقوا تضاد تضاب محصلة بتاعتهم صفر وبالتالي هنا بألمباط المزلمة يبقى ما تاني حضرتك أن انا عندي لو الاثنين في اتجاه واحد سوي مولد الشبكة او المولد اللي انا عايزي شغاله الاتنين هيجمع مجموعة قوات دفع الكهربية يدي إضاءة كاملة لزراعة الأوسط على اللمبة طيب لو الاتنين ضد بعض يبقى المحصلة بتاعتهم في زراعة الأوسط تتبع سفر يبقى هنا لمبات مظلمة يبقى أنا عندي لمبات مضيئة ولمبات مظلمة يعني نفهم من الكلام ده أستاذ جمال أن أنا بستخدم خاصية معينة عندي في الكهرباء أيوة أن أنا عندي الملفين اللي على الطرف لما بديهم طهر كهرباء يولي دولي مجال مغناطيسي لو كان المجال المغناطيسي دوت اللي طالع من الملفين اللي على الطرف أو الزراعين الخارجيين متساوي تماما هيعملي حاجة من اتنين إذا كان المجال ده في اتجاه واحد هيصب في الطرف الأوسط في اتجاه واحد يبقى في الحالة اللي إزاي دي هيقطع الملف في الطرف الأوسط ويديني قوة ضفعة كربية اللمبة دي ضد أضاءة شديدة لو كان المجال اللي جايه في اتجاه المتدددين يبقى في الحالة اللي زادي لما المجالين هيتساوي هيبقى الطرف الأوسط المحاصلة المجال في سفر يبقى ما فيش إضاءة في اللمبة بتاعتي معنى كده إن أنا في حالة اللمبة المضيقة أو اللمبة المطفقة في كل الحالات في حالة اللمبة المضيقة مدام اللمبة ما أضقتش الإضاءة الكاملة أو أشد إضاءة لها فأنا ما وصلتش لحظة التوافق لأن المجالين أو الجزئين اللي عندي ما تدونش أكثر مجال لهم وفي حالة اللمبات المطفقة لو الاتنين ما بدونيش اكثر مجال عنهم بالتبعية المجال المتضاد هيبقى فيه فرق نسبة فاللمبة هتنور لحظة لمبة النسبة للتام هتبقى لحظة التوافق وكده ممكن استخدم لمبة مضاقة بس من تالي او استاذ جمال في الحالة لازالي لازم اكون انا عارف انا هستخدم اني طريقة في التعامل هتعامل بلمبة محاول لمبة مضاقة او محاول لمبة مضاقة طب ياريت نشوفي الكلام ده بقى على الرسمة حضرتك كده الشاشة تقول مع بعض ابنانا وبناتنا تعالوا نشوف مع بعض الرسمة بتاعتنا بتبقى ماشية ازاي تعالوا نشوف هنا الشاشة التلفزيون المصري بتقولي هنا انا عندي الزراع اللي على يمين اللي قلت ده المولد المراد توصيله حوصله اللي انا المولد اللي انا عايز نشغاله على الشبكة وده المولد بتاع الشبكة لمشغاله هنا بنقول لو كانت اللمبة مضاقة لو كانت اتجاه المجال هنا هو نفس اتجاه المجال هنا قلت بالك ان قلت مولد الشبكة الا 2 في اتجاه 1 بمعنى أنه يكون هنا مجال مناطيسي واذا يكون accordance المجال الا 2 في اتجاه 1 شمالي مع جنوبي او شمالي مع شمالي هutto هيأخذ المحصلة المحصلة بالمجالين معنى ذلك أنه يكب مجالين حيهديني هنا اللمبة هاضية طعب تعال بقى نشوف العكس لا المجال بتاع مؤلد الشبكة عكس اتجاه الى المجال بتاع المؤلد اللي انا عايز أشغاله الاتنين عكسي تماما المحصلة بتاعتهم هتكون صفر اللنبه هنا هتبقى اظلام تام ده الرسمة اللي هي بتقول بتاعة محاول التوافق الزعل أستاذ جمال الطريقة اللي فاضلة عندنا دلوقتي في طرق التوافق اللي هي الطوافق بجهاز الطوافق اللي هو جهاز السنكورونسكوب اللي هو بنستخدمه فيه المعامل دلوقتي عندنا أغلب المعامل بنستخدم فيها جهاز الطوافق لكشف على عملية الطوافق نشوفه مع بعض فكرته يا أستاذ جمال ابنان وابنانتنا الجهاز التوافق اللي هو جهاز سينكريسكوب عبارة عن يمكن تركيبه الداخلي زي شبه تركيب جهاز قياس معامل القدرة عبارة عن ملف وملفين تحت منه التركيب مش هيهمنا قوي دلوقتي ولكن هيهمنا الشكل العام بتاعه عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن مؤشر في النص صفر على يمين هتلاقيه مكتوب عليه سلو على الشمال هتلاقيه عليه فاصل اللي هي السرعة العالية طيب انت بتوصل من ناحية بالمولد اللي انت عايز توصله والنحية التانية بمولد الشبكة هنا المؤشر بتاعك مش هيدور يمين ويدور شمال ده هتلاقيه بيلف بس خد بالك بيلف فين؟ في اتجاع القارب الساعة ولا في ضد اتجاع القارب الساعة هتفرق معاك؟ هتفرق معاك وايس قوي هنا لو بيدور سلو هنا بالنسبة لك يبقى المولد بتاعك المولد بتاعك سرعيته بطيئة لازم تزود السرعة او تزبط تردده او تزبط ضغطه عن طريق الطرق اللي احنا قولها طب لو هنا بالنسبة لي مين اللي هو الفصل بالنسبة لي ده سرعة المولد بتاع الشبكة اعلى خد بالك يبقى هو لما بيدور ضد عقارب الساعة او مع عقارب الساعة ده مؤشر لي انا عشان ازبط مولدي انا بزبط مولد اللي انا عايز اشغاله على الشبكة ما بزبطش الشبكة على المولد اللي انا عايز اشغاله تعالوا نشوف مع بعض الشكل العام بتاع جهاز سينكروسكوب على شاشتنا هنا شاشة تلفزيون مصري بتقول ايه؟ جهاز التوافق باستخدام جهاز التوافق اللي هو السينكروسكوب بصوا معايا كده على الشاشة هنا في طرفين موصلين للمولد المراد توصيله والطرفين التانيين لمولد الشبكة خد بالك هنا انا وانت لك بالنظريا هنا سلوه سلوه يعني بطيء يبقى المولد بتاع ساعتك اللي انت جاي يتشغاله مع الشبكة عشان تعالي الجودة او تظبط الجودة بتاعك بطيء هتشوف تعمل في ايه؟ ياما تزود السرعة ياما تعالي طيار التغزية المهم انك تشوف هنا مولدك في مشكلة اهي المشكلة سرعيته بطيئة تردده قليل طيار التغزية قليل لازم تزبطه هنا الاول طيب لو السهم راح ناحية الفاصل هنا خد بالك معايا راحة الناحية اليمين يبقى المولد عندك بتاع الشبكة او اعلى مولد بتاع الشبكة اعلى مش حتيجي انت ناحية الشبكة هتا تيجي ناحية مين المولد المراد توصيله تبتلي تزبط عليه التجربة دي لو شفتوها عملية الابناء وبناتي ودي موجودة في المعامل هتلاقي المؤشر السرعة بتاعته عالي اوي في بداية التشغيل هتلاقي المؤشر ده بيليفت جامد او بسرعة عالي اوي هتلاقي وبعدين تبتلي يبطأ اول ما يبتدي يبطأ يبطأ بتيجي هنا قبل الصفر بلاحظين ده دي لحظة التوافق عبر ما انت بتدوس على مفتاح التشغيل انك توصل المولد مع الشبكة خد بالك انه مبقاش وقف في النص مستنيك لغاية ما تقول له التوافق خلص ولا لسه لا ده هو هتلاقي يلف في اما ينين بسرعة جدا يا اما شمال بسرعة جدا في لحظة بس تلاقي السرعة بتاعت المؤشر بتاعته تهدى تهدى قبل ما يوصل لغاية الصفر بيكون انت ايدك على السكينة بتاع المولد المراد توصيله بتشغله مع الشبكة هنا عند الصفر خلاص هو لحظة التوافق ولذلك بنسميه توافق لحظي توافق لحظي فضل الزعمة استاذ جمال حضرتك تكلم طبعا عن التوافق بجهاز التوافق كاحدة طرق التوافق يمكن ده من ميازات جهاز التوافق ان هو بيعتمد على ان انا ببص على مؤشر ما ببصش على لم بتنور او تكفي ممكن ده طريقة افضل بالنسبة لنا فيه توافق اوتومتيكي بقى اخر طريقة من طرق التوافق الاوتومتيكي وجيه عايزين يعني هو التوافق الاوتومتيكي اننا نعمل عملية توافق اوتوماتيك ما بين المولدات مع بعضها ومع الشبكة عملية اوتوماتيكية دي ا Liquid Branch بن Jean and 제 باب الهدلم من الميزات بالنسبة لنا اكيد وطبعا مدام منشوف توافق اوتوماتيكي بقى اكيد هنقول بصات التشغيل اكيد طبعا ايوة ودائماً بيبقى النحل الاقتصادية بتاعتها قال ممكن بيبقى على حتة إجراء عملية التوافق حتى لو فيه فروق من نص لستة فولت يعني يمكن دي من حاجات المميزات ووعدة المية بالنسبة للفرق دي في المميزات وإمكانية عمل التوافق حتى لو فصلت أرجع تانية للتوافق بسرعة يمكن ده الحاجات اللي بتخلينا استخدم التوافق الوتوماتيكي بالجزء اللي احنا شرحناه النهاردة أستاذ جمال نكون وصلنا لآخر جزء نجهزينه في جزء التوافق والتزامن بتاع المولدات وفي نفس الوقت نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وفي نهاية حلقتنا بنشكر أبناءنا الطلبة والطلبات على حسن متابعتهم لنا وبنوعدهم في الحلقات القادمة إن شاء الله إن احنا نستكمل شرح مادة الألات القربية والوقاية إن شاء الله وفي نهاية الحلقة بشكر حضرتك وبشكر مشاهدينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة